بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد علي أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في شروحات مقرر مبادئ الإدارة والذي يدرس للمرحلة الثالثة لمسار إدارة الأعمال اليوم بإذن الله سنبدأ في هذا المقرر سنتعرف على محتوية هذا المقرر بعد ذلك سننطلق في درسنا الأول وهو دور المديرين وعملهم هذا المقرر يحتوي على أربعة فصول الفصل الأول سنتحدث فيه عن المديرون والإدارة الفصل الثاني سنتحدث عن التخطيط والتنظيم في الفصل الثالث سنتحدث عن التوظيف والتوجيه والرقابة وجميع هذه الأنشطة هي من وظائف الأساسية للإدارة في الفصل الأخير سنتحدث عن التحديات في الإدارة المعاصرة إدارة المعاصرة تواجه بعض التحديات سنفصل بإذن الله في هذا الفصل عن هذه التحديات في الفصل الأول نتعرف على دروسه دور المديرين وعملهم التطور التاريخي للإدارة الإدارة في القرن الحادي والعشرين وآخيرا سنتحدث عن زيادة فعالية الإدارة كيف تكون إدارة أكثر إيجابية أكثر قدرة على الاستفادة مثلا من أهداف وتحقيق الأهداف في الفصل الثاني لدينا أربعة دروس كذلك سنتحدث عن التخطيط ووظيفة التخطيط استخدام أدوات التخطيط كيف نستخدم أدوات التخطيط وظيفة التنظيم ما هي وظيفة التنظيم سنتعرف عليها وأبعادها بعد ذلك سنتحدث عن تأسيس منظمات فعالة في الفصل الثالث سنتحدث عن وظيفة التوظيف ووظيفة التوجيه وأيضا هي من وظائف المهمة في العمل الإداري أيضا سنتحدث عن التحفيز وإدارة التغيير كيف نحفز الموظفين لزيادة الإنتاجية كيف نحدث تغيير الإيجابي الذي يساعد في تحقيق الأهداف وظيفة الرقابة أيضا سنتحدث عن الرقابة وأدواتها في الفصل الأخير تحديات الإدارة المعاصرة سنتحدث عن ابتكار إدارة الإبتكار أصبح لدينا إدارة للإبتكار واستقطاب المواهب وغيرها سنتحدث عن إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد وأخيرا سنتحدث عن إدارة الأزمات وبالتأكيد كل منظمة معرضة الأزمات كيف ندير هذه الأزمات ونحولها إلى نقطة إيجابية للمنظمة نبدأ في الفصل الأول سنتحدث كما ذكرنا عن دور المديرين وعمله في هذا الدرس لدينا عدة أهداف بعد الانتهاء بإذن الله من هذا الدرس ستكون قادرا على تحديد الوظائف التي يؤديها جميع المديرين وتمييز أعمال مستويات مختلفة من الإدارة لدينا مصطلحات ستكون محور حديثنا في هذا الدرس لدينا الإدارة لدينا التخطيط لدينا التنظيم التوظيف التوجيه الرقابة المدير المشرف المدير الأعلى المدير المتوسط ومهم جدا أيضا أتعرف عليها بالمصطلحات باللغة الإنجليزية مانيجمينت، بلانينغ، وأيضا ستافينغ، وكذلك دايركشن، وكنترولينغ، مانيجر، سوبرفايزر، مانيجر، وميدل مانيجر كل ذلك سيكون محور حديثنا ومهم جدا أن تتعرف على هذه المصطلحات وتكون قادر على فهمها نبدأ في أول عصر دخول عالم الإدارة موفينغ تو أو انتو مانيجمينت المدير، لو تناولنا المدير أو أخذنا بعض المواقف في الإدارة أو في المدرة دائما هو أو أنا المسؤول كمدير أنا صاحب القرار قد يكون بعضهم لديه أساليب مثلا قد في الإدارة ذكرنا ذلك في مقدمة في الأعمال أساليب الإدارة الديمقراطية، الوتقراطية مثلا قد يتحدث لا يحق لأي أحد أن يملي عليه ما أفعله وذكرنا قد يكون بعض المدير هناك مدراء داعمين، هناك مدراء قد يكون غير ذلك وبالتأكيد هو المسؤول دائما المدير هو الرجل الأول في المنظمة وهو المسؤول عن نتائج التي تصدر عن فريقه عندما تظهر مشكلات يجب أن أجد طريقة لحلها وإذا حدث خطم ما يجب أن أتحمل المسؤولية نلاحظ التفاوت ما بينها لساليب في الأول يتحدث أنا المسؤول لا يحق لأحد أن يملي عليه الأسلوب الآخر للإدارة أيضا يتحدث أننا نحن فريق أنا أتحمل المسؤولية سأساعد في النهاية النجاح للجميع والفشل أيضا قد يكون هناك مشاركة في حله إذن نلاحظ قد تختلف الإدارة ما بين شخص وآخر وهذا يعتمد على الأسلوب على طبيعة العمل على أيضا صفات الشخصية أيضا الموظفين أيضا لديهم نظرة حول الإدارة إذن لدينا نظرة المدير تجاه العمل ولدينا أيضا نظرة أخرى من قبل الموظفين تجاه الإدارة ولو تستذكرنا ذلك في مقدمة في الأعمال تناولنا بعض الأساليب الإدارة ذكرنا هناك إدارة تكون ترسلية أو فوضوية أو متساهلة مع الموظفين حينما يكون لديها شخصيات بخبرة عالية بكفاءة بالتزام عالي قد تقوم الإدارة بالتساهل معهم وبالتالي هي تعرف أن لديهم الدافع لديهم الشغف للنجاح وحينما يكون لديهم موظفين جدد قد أو موظفين متساهلين نحتاج إلى الحزم والقوة وأيضا هذا يعتمد على طبيعة كما ذكرنا الأشخاص والموظفين كذلك وبالتالي أيضا الموظفين لهم نظرة يظن كثير الموظفين أنهم يرغبون في أن يتولوا منصب المدير غير أنهم يواجهون صعوبة ما فيها اتخاذ هذا القرار بمعنى ينتقل من موظف ليس مسؤول عن موظفين مسؤول عن عمل فقط وينتقل إلى مناصب إدارية كثير من الموظفين قد يجي الصعوبة في الانتقال لقد يكون بسبب عدم معرفته بعض المهارات أو عدم مناسبته من وجهة نظره لهذه الوظيفة أو لهذا المنصب إذ كانوا يحبون عملهم الحالي يتعين عليهم أن يفهموا أنهم لن يتمكنوا من تخصيص الوقت عيني لتأدية هذا العمل بمعنى حينما يكون لديك عمل تقوم به وثابت يختلف حينما تكون مسؤول عن جميع الموظفين وبالتالي ستكون نظرة مختلفة سيكون أيضا المسؤوليات مختلفة قد لا يستمتعون بتأدية النشاطات الإدارية هناك بعض الأشخاص لا يفضل أو لا يستمتع في العمل الإداري هو يستمتع بالعمل الفني لتخصص معين لا يستمتع بالأمور الإدارية والإجراءات الإدارية لا يدل نجاحهم في مهنتهم الحالية على قدرتهم على النجاح في الإدارة ليس بالضرورة حينما ينجح الشخص فنيا أن يكون ناجح إداريا فالإدارة لها مهارات لها أيضا أشخاص وأيضا لديها قدرات مختلفة عن النجاح في العمل الفني لن تسمح لهم المنظمة بالعودة إلى وظيفتهم السابقة وبالتالي بعض الموظفين لا يرغب بالتحول لأنه قد يرى أن المنظمة لا تسمح لهم بالعودة حينما يتحول لمناصب الإدارية قد لا يستطيع العودة وبالتالي يخسر هذا الأمر ويخسر عمله السابق لذلك نلاحظ قد يكون هناك عزوف من بعض الأشخاص عن العمل الإداري بناء على ما ذكرنا من أسباب هناك طبيعة متغيرة للإدارة هذه الطبيعة سنتحدث عنها بشكل مفصل وسنوضع هناك المديرون وهناك المديرون في المستوى الأعلى بمعنى لو استذكرنا سابقا في صناعة القرى ذكرنا هناك أكثر من مستوى وسنتحدث عنه بإذن الله هناك المستوى إدارة العليا، الإدارة الوسطى، إدارة الدنيا والتنفيذية وبالتالي قد يختلف أو تختلف الإدارات وتختلف أيضا عملها في جميع المستويات المديرون يتحمل المديرون مسؤولية تسيير الأعمال دائما المدير هو المسؤول الأول في قسمه في عمله عن العمل الذي يكون مسؤول عنه أو الموظفين الذين يعملون تحت إدارته يتخذ القرارات التي تحدد ما ينبغي المنظمة أن تفعلها بالإضافة إلى أدائه إذن هم يتخذوا القرارات نلاحظ كثيرا من المنظمات تمنح المدراء في جميع المستويات بعض الصراحيات لاتخاذ القرار وذكرنا ذلك في صناعة القرار أيضا يختارون الموارد البشرية والمواد الأخرى اللازمة لإدارة عمل المنظمة ويجب أن يضمن المديرون أيضا تحويل الأفكار للمنتجات وخدمات إذن هم من يختارون الموظفين قد يكون أو باستقطاب أو بالنقل أو غيره أو بالتوظيف بناء على الصراحيات الممنوحة وأيضا يتابعون العمل والأفكار التي تطرح وتحويلها إلى منتجات وخدمات تكون ذات فائدة للمنظمة وأيضا لتحقيق أهدافها لا يشكل المديرون إلا فئة صغيرة من إجمال عدد الموظفين إذن ليسوا بالعدد الكبير ليس من الطبيعة أن يكون عدد المدراء أكبر من عدد الموظفين وبالتالي هو مدير ويأتي تحته مجموعة من الموظفين وبالتالي عادة ومن الطبيعة أن يشكلون فئة صغيرة وغالبا ما يعملون مع عدد كبير من الموظفين لتخطيط طريقة إنجاز الأعمال غالبا ما تضم المنظمة مستويات إدارية كما ذكرنا مستوى الإدارة العليا، الوسطى، الدنيا وقد تتعدد المستويات وتتغير بناء على حجم المنظمة وبالتالي أيضا ستتغير مسؤولية المباشرة عن العمليات اليومية ضمن قسم معين من منظمة إلى أخرى وعن عمل الذي يؤدي المنظفون في إطار هذه العملية إذن باختلاف المستويات حجم المنظمة ستختلف عمليات الإشراف والمتابعة والإدارة نأتي للمديرون في المستوى الأعلى قد نتحدث عن مدير في الإدارة التنفيذية قد يكون لدينا إدارة أعلى في الإدارة الوسطى وإدارة العليا لا ينخلطون مباشرة دائما في العمليات اليومية هم دائما يكون مشرفين على الأشخاص في الإدارة الدنيا الذين ينفذون الأمور أو المشرفين أو رؤوساء الأقسام الذين يديرون العمليات اليومية بل يكرسون وقتهم للتخطيط إذن دائماً كلما ارتفعنا إلى في الحرم الإداري كما ذكرنا لدينا ثلاث مستويات كلما ارتفعنا للأعلى نجد أن التخطيط يزداد وبالتالي يكون مسؤولين عن التخطيط المتوسط أو التشغيل وبعد ذلك المتوسط وقد يتحول إلى التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العليا وأيضاً اتخاذ القرار كلما ارتفعنا في الهرم الإداري كلما أصبح القرار قد يكون أكبر وقرار استراتيجي مختلف عن الإدارة الوسطى أو الإدارة التشغيلية لا يقدر الموظفون غير الإداريين في حين كثير أسهمات المديرون بعض الموظفين الفنيين يرى أن المدير ليس بالضرور أن يكون موجود أو أن أسهماته قليلة وقد يغفل هؤلاء عن فهم التحديات التي يواجهها حينما تدير مجموعاً موظفين قد تواجه صعوبات لكن الموظف حينما يعمل في عمل واحد فني قد لا يقدر أو قد لا يكون يتصور عن المشكلات التي يواجهها المدير من عدم الاستجام بعض الأفراد مع بعضهم البعض أو عدم مثلاً وجود خطة أو البحث عن تخطيط يساعد في تحقيق أهداف المنظمة وتطويرها وأيضاً عقد الشراكات والاتفاقات كل ذلك قد يكون هذا الموظف أو بعض الموظفين غافلين عنه وهذا بالتأكيد هو دور الإدارة لذلك تختلف الأعمال اليومية التي يؤديها المديرون عن تلك التي يؤديها الموظفون الآخرون المدير يختلف في أعماله اليومية بمعنى قد يكون لديه أعمال مختلفة عن الموظف الذي ينجز الأعمال الفنية وكل منهما ضروري بمعنى الموظف الذي يعمل مثلاً في المبيعات ويقوم بالتواصل كمندوم مبيعات وعقد صفقات وغيره هو عمله مهم وأيضاً المدير المشرف الذي يتابعه ويتابع أيضاً إدارة التسويق ويتابع إدارة مثلاً أو مندوم المبيعات الآخرين أيضاً مهم لكي يوازن في عمله ويحقق أهداف المنظمة وهو ضروري أيضاً لنجاح المنظمة هناك بعض الرشادات لنجاح المنظمات أو أي منظمة من المهم الحفاظ على التفاهم والاحترام المتبادل ما بين المدراء والموظفين لابد يكون لدينا فهم للإحتياجات فهم للرغبات فهم أيضاً لجميع المسؤوليات المسندة لنا وأيضاً يكون لدينا احترام كمدير يحترم ووظفين ووظفين يحترمون الإدارة وبالتالي هذا الاحترام سيقودنا إلى تحقيق المنجزات والأهداف وبالتالي نستطيع أن نحق أهداف المنظمة ككل وأيضاً استمرارية في النجاح ينبغي أيضاً للمديرين أن يتفهموا الموظفين ويقدروا عملهم إذن الموظفون ليسوا كالآلات هم بشر وبالتالي لديهم احتياجات لديهم رغبات لذلك لو نتحدثنا وبإذن الله سنتحدث عن ذلك في قادم الأيام عن تطور الإدارة كانت التعامل مع البشر كآلات بعد ذلك تحولنا إلى الاهتمام وأصبح يطلق على المورد البشري رأس المال البشري لأهميته في تحقيق أهداف المنظمة ويجب أن يكون هذا الموظف لديه الاهتمام أو لديه عناية الكافرة تساعده في تحقيق أهدافه وهذا يجب أن يكون في الإدارة أو دور الإدارة في تهية هذه الأجواء وتحسينها لكي يستطيع الموظف الإنجاز الموظفون الذين يقدرون عمل مديرين ويعترفون بهمية الإدارة بالنسبة إلى نجاح المنظمة عادة يكون أكثر تحفيز بمعنى حينما يكون لدى الموظف تصور عن دور الإدارة وإدارتها للمنظمة أو للشركة أو للوزارة أو غيره بالتالي يكون متفاهم التحديات التي تصل وبالتالي يكون أكثر إيجابية وأيضا سيكون قادر على التعاون ويمير إلى التعاون لأن لديه التصور حول المشكلات التي واجهت الإدارة من وضع الأهداف من وضع المؤشرات من تطبيقة متابعة تنفيذية من عقد الشراكات التفاقيات وأيضا متابعة الموظفين واستمرارهم نحو الهدف كل ذلك يحتاج جهد كبير من الإدارات سواء إدارة تشغيلية أو حتى الإدارة الوسطى والعليا وبالتالي الموظف المتفاهم سيكون قادر على التعاون قد اختلفت طبيعة الإدارة وطبيعة التعاون المديرين مع موظفين في السنوات الأخيرة في الماضي لدينا ولدينا تصور أيضا في اليوم أو في الحاضر وأيضا تنولنا ذلك في مقرات سابقة كان المديرون يفرضون قدرا كبيرا من سلطتهم استخدمون السلطة سابقا وذكرنا ذلك حينما كانت الإدارة في بدايته كانوا يتوقعون أن ينفذ الموظفين أوامرهم دون طرح أي سؤال بمعنى أنهم سمعا وطاعة دون أي سؤال للمدير والنقاش معه كانوا يكتفون بتزويد معلومات قليلة يعطون الموظفين معلومات قليلة لا يعطينهم مثل تصور كبير عن الأهداف وعن الرؤية المستقبلية وبالتالي هم يرون أنهم فقط مهمتهم إنجاز الهدف دون سؤال أو دون نقاش لم يكن الموظفون المديرون يشاركون دائما وجهة النظر المواقف بمعنى لا يكون لك تناقش أو تواصل مفتوح فيما بينهم والنقاش حول الأهداف أو تطبيقها أو الرؤية المستقبلية والأعمال التي يجب أن ينفذوها لكن في اليوم الحاضر نجد كثير من التطور في هذا المجال أصبح المديرون يعملون عن كثب يطلعونهم على أداء المنظمة على التغيرات القادمة المتوقعة يشاركون أو يشركونهم في اتخاذ القرار ويشاورونهم في عم اتخاذ القرار كل ذلك نظير التطور في علم الإدارة ازدادت مسؤولية الموظفين في منظمات كبيرة وبالتالي أصبح الموظفين قد يتحملون مسؤوليات متعددة أصبح بعض الفروق بين الموظفين تؤدي لبعض الأعمال التي كانوا يؤديها المديرون في الماضي وهذا من باب التفويض أصبح هناك تفويض أكثر الموظفين في أداء أعمال وبالتالي يساعد الإدارة في النجاح بدرجة أكبر يتبادل فيها المديرون الموظفون الاحترام أصبح هناك قوانين تضبط العلاقة التعاقدية العمالية بين العامل والموظف أو عامل والعفوة صاحب العمل وكذلك المديرون ويتواصلون يتعاونون بشكل فعال عوضاً عن اعتماد الأساليب التقليدية أصبح هناك تنظيم سواء تشريعات قانونية من الدول أو حتى في منظمات ومبادرات في إيجاد علاقة إيجابية ما بين الموظفين قد لا يعرف الموظفون حجم إسهام مدين ونود أن نستذكر بعض من مسؤوليات المدين لو لاحظنا مثلاً على مستوى إدارة المدرسة لدينا في المدرسة التي ندرس بها هل للمدير دور في نجاح المدرسة أو فشلها؟ بالتأكيد هو المسؤول الأول كما ذكرنا وبالتالي متابعة الطلاب متابعة المعلمين الدوام اليومي متابعة الحصاص تنفيذها متابعة الأنشطة الطلابية متابعة الإشراف كل ذلك بالتأكيد حينما يكون لدينا إدارة نشيطة فعالة بالتأكيد سيسهم في نجاح المدرسة كذلك في المنظمات حينما يكون لدي المدير متابعة وضع الخطط وإسناد الموظفين المناسبين للأعمال المناسبة كل ذلك بالتأكيد سيسهم في نجاح المنظمة وسنتحدث أيضاً في قادم الأيام عن وظائف الإدارة وأيضاً المدير إذا ملاخص حديثنا اليوم تحدثنا عن عالم الإدارة أو دخول عالم الإدارة ذكرنا أن المؤدراء قد يكون لدينا أكثر من السلوم البعض قد يرى السلطة ويستخدم السلطة بشكل أكبر ويستخدم السلوب الصدامي والبعض قد يستخدم السلوب التشاركي التعاوني الذي يعتمد على الشورى ذكرنا أيضاً موظفون قد لا يستطيع وكثير من موظفين قد لا يفضل الانتقال لعمل الإدارة لأنه يرى نفسه مثلاً في العمل الفني أكبر أو يرى أنه لا مكان مثلاً أو ليس لديه القدرة على ضبط مثلاً الأفراد أو ليس لديه المهارات أو قد يرى صعوبة العمل الإداري وقد يرى أيضاً أنه في حال تغيير عمل لا يستطيع الرجوع إلى مرة أخرى ذكرنا أيضاً الطبيعة المتغيرة الإدارة ذكرنا المديرون في المستويات المختلفة يختلفون أيضاً عن المديرون في المستويات العليا كل منهما له قد يكون أنشطة مختلفة أو أيضاً مثلاً في التخطيط قد يكون مديرون أو رسل أقسام يخططون على المستوى التشغيلي اليومي والمدراء على المستوى الأعلى قد يخططون لمدى بعيد وإستراتيجي ومختلف ذكرنا أيضاً إرشادات للنجاع من المهم الحفاظ على العلاقة التبادل والاحترام والتفاهم يجب على المدير أن يتفهم الموظفينهم كذلك يجب على الموظفين أن يستوعبوا الدور الذي تقوم به الإدارة لنجاح العمل إلى هنا عزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته